أدى الطبيب النفسي ميرال فورسر بشهادته أمام المحكمة التي تنظر في قضيات القتلة المتهم فيها العداء الجنوب إفريقي أوسكار بيستوريوس وقال فورسر أن العداء يعاني قلقا نفسيا منذ طفولة بعد تعرضه لصدمة بطري ساقي وهو رضيع مضيفا أن بيستوريوس خضع للجراحة في سن صغيرة للغاية حالة دون تفسير ما يحدث له مما جعل الأثار النفسية أعمق بكثير المدعي العام جيرونيل شكك بهذه الشهادة وتوجه إلى قادر المحكمة بالقول سيدتي إنها حقيقة لا مفر منها أن هيئة الدفاع صوتت على دعوة الدكتور ميرال فورسر في هذه المرحلة الأخيرة لم يكن هناك أي إشارة مسبقة من الدكتور أن المتهم يعاني من حالة نفسية تؤثر عليها ويقول بيستوريوس إنه قتل صديقته بطريق الخطأ عندما أطلق الرصاص على باب دورة المياه المغلق معتقدا أنه متسل لن يختبئ بالداخل